انا كاس العالم 25 واتكلم في كاس العالم براه عايزك تشاركني فيها احنا عندنا بنتكلم في سنتين النادي الاهلي هيبقى موجود في كاس العالم الاندية بنظام جديد اللي هو 32 فريق يعني هيبقى فيه مجموعات هيبقى فيه 12 فريق من اوروبا هما التصنيف الاول في اوروبا فانت الشكل اللي انت كنت بتخش بيه البطولات اللي فات لها مباراتين توصل سيمي فاينال وبرونزية ده من الصعب انه او مش بسهولة المكان انك تعمله فيه البطولة القادمة وانت لازم تتاهم من دور المجموعات وتتلعب دور 16 وهكذا النادي الاهلي في سنتين يعمل فريق او يقدر يعمل فريق يخش يعني يزق مع الفرق الكبيرة في اوروبا يعني يزق مع الفرق كيرو يعني انت بتتكلم انا دلوقتي لما هكلمك في فرقيتين مضمونين من اوروبا تشيلسي وريال مدريد هيخش معهم منشستر سيتي هنكلم بقى التصنيف منشستر سيتي على بارشلونة على ليفر بول وهكذا تمام الفرق الكبيرة ديت انت مش تقدر انت ممكن تواجههم كلهم او تواجه هربعة منهم مسلا هتعمل ايه بقى بالفرقة دي هل الفرقة دي قادرة على منفس الدور هو انت رايح تعايز زي حل هو ده طبع انت رايح تاخد مركز ولا رايح تعرف الناس انت مين انت بتاع ما اوصل وده اللي عفكرة ده اللي انت وانت صغير وانا صغير كنا نأمل وبنحلم انه بقى في حاجة زي كده خلي بالك فرق الشاسة ما بين اللي قبل البطولات او نزامها اللي فات واللي جاي بعد الخمسة عشرين هو ده اللي احنا كنا عايزين وعايزين نشوف النادي الاهلي او اي نادي مصري موجود مع بقى مجموعات واسعامي كبيرة فانت التارجب بتاعك تساوه على عيبتك تكون حاضر على حسب التارجب بتاعك انت بتخطط من دلوقتي هيقدر يعمليه انت ممكن تقدر تعمل كل حاجة لكن هتقدر توصل للليفل ده لا مش توصل للليفل ده ليفل شرس طبعا صح بس هتعرف تخش فيها فهم امريكا الجنوبية ممتر شوية لحسب المجموعة بتاعتك لكن الفرق ربية انت اكيد بعيد لازم تبعرف انت عايز تروح تعمل ايه طبعا انا نفسي اسمع رائك المفروض يحصل ايه المفروض يحصل ان انت مش المفروض انا راي ايه رايي ان انت تشعل على الصغيرين رايي ان انت تشعل على الصغيرين رايي ان تشعل على الصغيرين ويه تبقدي بقت هاضي شهات خبرات كده وبقى كده عند خمسة عشرين هكون فيه ناس بره بتاعت ترجع ممكن تحطها يعني فيه خبرات موجودة يعني لازم تعمل ميكس ما بين ده وده بمناسبة الصغيرين كنت بقى تقرير عن ريال مادريد وازاي ريال مادريد بدأ يحط عينه على الشباب الصغيرة من اوديجارد وفينيسيوس ورودريجو اللعبة الصغيرة لما حس انه الماركت بيتاخد من ايدي يعني بلونتين وبريز اللي كان بيفع فلوس اكتر فلوس في العالم لانه فيه فلوس خالجية بتتدفع في باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وفلوس من الولايات المتحدة الامريكية بتتدفع في انداء انجليز زي فعلك لا انا هشتري شباب مش هشتري سوبر ستارز هل الاهلي والزمالك والفرق الكبيرة اللي في مصر هل الاهلي والزمالك تحديدا محتاجين بعد الوقت يفكروا في الشباب الصغير ما يفكروش في الأسماء الكبيرة أو الأرقام الكبيرة ما هو ده انت عبرك ما هتكمبيت او هتنافس الصفقات اللي هتيجي في الانداء اللي انت هتلعيبها صح كويس انت الحاجة الوحيدة اللي هتقدر الناس ترفع لك الكوبة عليها ان انت اداءك يبقى كويس وتقدم للناس كلهاد صغيرة يكونوا موجودين يجذبوا الانتباه يبقى ده الاسوثمار بتاعك ده اللي انا شايف وانت في الآخر هنقض نشجع وكل حاجة في الدنيا بس انت بعيد عن الحتة دي صح صح طيب وقع كده في حاجة اهم من كده بكتير فاضح هو اللي هيمسل مصر في 25 الاهلي او غير الاهلي اه ممكن اي حد تاني هو النظام الدوري ساعتها بعمل ازاي هتتخلصه امتى هتشتغل ازاي ما هو خلاص انت بان من دلوقتي 25 يحصل ايه تحتاج الكله بقى هعمل ايه الرابط هتعمل ايه هلا حيروح عشان في وسط الدوري بعد كده خلاص الدوري في عشرة فهي مصر صح فدي برضو حاجة مهمة لان ده كل لازم يساعده بعضه وخلي بالك هو منظومة مش بس ده تخطيط على كبير كبير ايه دول سلاتين كبير ايه لا انا مقصودش انت اللوقتي هنا جبتلي جبتلي اتحاد الكرة وجبتلي الاهلي وجبتلي الزمالك وجبتلي الربطة